اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعت رمل رحبوا معي برئيس بلدية العوجة سيد صلاح فريجات اهلا وسهلا بك معنا اهلا بكم انا اشكر تلفزيون وطن على هذا البرنامج الرائع اللي بيعبر عن التحديات اللي بتواجه الهيئات المحلية بشتى بقاع الوطن نعم قبل ان نبدأ هذا النقاش لنتابع تقرير عده فريق البرنامج اهلا وسهلا نبع العوجة جف بشكل كامل في اواخر شهر كانون الاول على غير عادته بسبب شح الامطار اولا وصرقة المياه من اربع مستوطنات تحيط بالنبع عبر حفر ابار ارتوازية ومصائد مائية جفاف نبع العوجة وصرقة مياهه اثر بشكل سلبي على الزراعة في بلدة العوجة التي تقع على بعد 12 كم الى الشمال الشرقي من مدينة اريحة على الطريق الاقليمي الشرقي الذي يربط بسام مع البحر الميت بمحاذاة نهر الاردن ويعيش في العوجة اليوم ستة الاف مواطن في ظل بنية تحتية مهترئة تتمثل في غياب شبكة صرف صحي وشبكة مياه تحتاج الى اعادة تأهيل اضافة لشوارع متهالكة وضعف في جمع النفايات علما ان مكب النفايات يقع على اراضي زراعية فيدمرها ويلوث المياه الجوفية وتحتاج العوجة اليوم الى مشاريع حيوية تنهض بها على مختلف الاصعدة لذلك نتساءل ماذا فعل المجلس البلدي منذ توليه المهمة وما هي ابرز المشكلات التي تواجهه يوميا وما هي ابرز مخططاته للنهوض بالعوجة مستقبلا اهلا بكم مرة اخرى نبدأ بواحدة من ابرز المشكلات او التحديات التي تواجه بلدية العوجة اليوم وهو سوء يعني التعاون مع وزارة الاوقاف حدثنا عن هذه المشكلة اولا وزارة الاوقاف يعني للأسف الشديد انها يعني فيه اراضي مشتركة بيننا وبين وزارة الاوقاف تحت ما يسمى وثيق التفاهم اللي هي موجودة سنة 1966 اللي استوجب لأهل العوجة 39% من الاراضي الوقفية المشتركة في بلدة العوجة ومثل وقات اتفاقية عام 2016 وجددنا الاتفاقية كبلدية بالعام 2015-2016 ووقع عليها وزير الحكم المحلي ووقع عليها وزير الاوقاف ووقع عليها محافظة اريحة بوقتها ووقعت عليها البلدية في المجلس ابرز بنود هذه الاتفاقية ابرز بنودها ان اي قطعة ارض يتم تأجيرها للمواطنين او المستثمرين يكون بالتشاور مع بلدية العوجة تشاورها التنصيق المتبادلين نعم نعم ولكن للأسف الشديد وزارة الاوقاف من خلال مديرية الاوقاف يعني لم تتعاون معنا بخصوص اي قطعة ارض يتم تأجيرها للمواطنين او المستثمرين يعني احنا ما بنحس وإلا الارض مؤجرة للمواطن او للمستثمر دون التشاور مع البلدية كم نسبة هذه الاراضي؟ نسبتنا احنا من الاراضي 39% والنسبة الثانية 61% للأوقاف نسبة الاراضي كدنمات مشتركة بيننا وبين وزارة الاوقاف يتعدى 12 ألف دونه في منها داخل المخطط الهيكلي في منها خارج المخطط الهيكلي في منها تقع حسب المسميات الإسرائيلية مناطق جيم اللي هي احنا بنسميها مناطق سي على اي اساس تؤجر الاوقاف هذه الاراضي؟ شوف الرؤية هي من خلال وزارة الاوقاف او من خلال مدرية الاوقاف اريحة الحفاظ على الارض وعدم تعديات المواطنين عليها لانه القى بظلالة بمشاكل اجتماعية بين الناس هل تؤجر لملكيات خاصة على سبيل المثال ام لمصانع وشركات؟ تؤجر لمستثمرين ولكن احنا في عندنا بالبلدية رؤية واضحة حسب المخطط الهيكلي مدرية الاوقاف لم تراعي تصنيفات هذه الاراضي يعني انا بأجر لاسين من الناس بدي يعمل بيت ولكن اتفاجأ انهم أجر بمنطقة صناعية هذا الشيء لا يتماشى مع قانون الهيئات المحلية ملكيات خاصة تأجير لأناس يعني يقوموا على سبيل المثال ببناء بيت منزل مزرعة الى اخره من هذه الامور نعم صحيح هذا قانوني؟ انا تحدثت ان غير قانوني لعدم رجوعهم لتصنيفات المخطط الهيكلي دائما توجهنا برسائل لمدرية الاوقاف ان عندما يتم تأجير اي مواطن يجب مراعاة تصنيفات الاراضي من خلال المخطط الهيكلي واحدة من القضايا حسب ما سمعت صحيحني ان كنت خاطئا البلدية كانت تنوي ان تقوم بعمل متنزه عام في العوجة ومن ثم تفاجأت البلدية هنا بان الارض مؤجرة لملكية خاصة من قبل وزارة الاوقاف هل هذا صحيح؟ طبعا احنا في عندنا ما يقارب 27 دنم تقع غرب العوجة وهي مصنفة حسب المخطط الهيكلي مرافق عامة للبلدية تفاجأنا ان هناك تأجير لمواطنين بهذه الارض وهذا دليل ويعني مشكلة رئيسية وجدت بيننا وبين الاوقاف انك انت كيف تأجر مرافق عامة للبلدية المفترض ان يستفيد منها كل مواطن طبعا طبعا مرافق عامة حتى يستفيد منها ابن البلد والبلدات المجاورة وربوع الوطن وفي وقتها تقدمنا بكتاب لمدرية الاوقاف وتقدمنا بكتاب لوزير الاوقاف وقتها قبل حوالي سنتين على اقامة حديقة عامة ورحبوا وشجعوا على المشروع وتواصلنا مع وزارة الحكم المحلي ودخلنا في منافسة مع الهيئات المحلية الاخرى حتى يتم ترسية العطاء المشروع وهو بقيمة مليون ونص دولار لإقامة المشروع على هذه الارض وبالتالي خسرتم الارض وبالتالي خسرنا الارض والان جزء كبير منها مأجر لملكيات خاصة انت تقول بان وزارة الاوقاف تؤجر مرافق عامة لملكيات خاصة نعم صحيح ماذا تسمي ذلك؟ يعني خروج عن النص خروج عن مذكرة التفاهم خروج عن القانون الهيئات المحلية خروج عن المخطط الهيكلي بتصنيفاته هذا الشيء يعني يؤرق البلدية هذا الشيء يعني يحطم مخططات التنمية المحلية المستدامة لبلدة العوجة احنا والاوقاف يعني شركاء في التنمية المحلية يعني يقوموا باستئجار الدنم بمئتين دينار اردني بالسنة وفي ناس يوجد تأجير لهم بخمسين دينار فهذا الشيء احنا جينا يعني اخواننا بمدرية الاوقاف وحكنا لهم بدنا ننظم العلاقة بيننا وبين السكان وبين المواطنين هل هناك اجراءات نزاهة وشفافية في عمليار التأجير؟ لا يوجد نظري انا احكيها صراحة لا يوجد نزاهة لا يوجد نزاهة لو في نزاهة مزبوط لازم بيجوا عندنا على البلدية نتشاور احنا وياهم يكون عندنا اجتماعات مكثفة يعني على الاقل بالشهر مرة حتى احنا نتمكن من رؤية العمل المهني اللي هم بيقوموا فيه اتجاه تأجير هذه الاراضي وبالعكس ما لاستفيد البلدية من عمليات التأجير؟ تستفيد البلدية من عمليات التأجير انهم يعطونا نسبتنا من خلال التسعة وثلاثين بالمئة تحت مسمى المنفع تسعة وثلاثين بالمئة هل الوزارة ملتزمة بدفع هذه الاموال للبلدية ام لا؟ لا غير ملتزمة يعني احنا وقعنا الانتفاقية بالعام 2015-2016 لم يصلنا الا شيء بسيط وبعد الحاح كم من المفترض ان يصلكم سنوية من الوزارة؟ حسب الاستئجارات اللي احنا عمالنا بنشوفها يعني في استئجار من قبل المواطنين في استئجار لاستثمارات من الكسارات الموجودة في عندنا كسارتين او ثلاث كسارات يعني المفروض ان يدخل على البلدية من مخصصنا الحالي لا يقل عن نصف مليون شكل لا يقل عن نصف مليون شكل والوزارة غير ملتزمة يعني من حد احنا ما استلمنا ان تقريبا ما يقارب الثلاث سنوات ما وصلنا اكثر من ستين او سبعين الف شكل هل يؤقل ان تقوم مزارة الاوقاف بتأجير ارض بخمسين دينار بالعام؟ هل هذا منطقي برأيكم؟ اشوف احنا بظل الاحتلال ولكن يعني ما دخل الاحتلال في الموضوع احنا بدنا ننمي من صمود الناس على الارض ولكن بدنا ننمي بشكل قانوني بشكل يضمن حقوق الاوقاف ويضمن حقوق البلدية ولكن يعني خمسين دينار ومتين دينار هل بتشوف الرقم هذا منطقي على مدار عام كامل يعني استئجار قطاع الارض بهذا الثمان يعني؟ الهدف ليس الربح التجاري الهدف هو ان تكون هناك عملية ايجارة لكونك انت لا تملك الارض اي مواطن يستطيع ان استأجر هذه الاراضي ام يعني اناس معينين؟ اي مواطن اي مواطن يحق لان يستأجر ارض فاضية سواء كانت بمنطقة سي ولا بمنطقة الف بس اغلبية الناس بروحوا للمنطقة الف لاجل انهم يعني يسكنوا فيها احنا مش ضد ان الناس تسكن فيها واحنا مش ضد ان يصير استثمارات ولكن هي العلاقة الغير قانونية او غير منظمة بيننا وبين وزارة الاوطار ولكن انتم تتحدثون عن استئجار او الوزارة تتحدث عن استئجار اراضي ويقام على هذه الاراضي ابنية كما تقولون نعم فكيف يستوي ذلك يعني كيف يتم ذلك؟ انا حكيت لك ان يعني هل هو استئجار بهدف المنفعة الشخصية ام منفعة عامة لقامة على سبيل المثال مزرعة او ما شابه؟ اه هناك نوع من الفوضى بالاجراء يعني الوجه العام للاتفاقية انه يستاجر وبعدين المواطن يفعل ما يشاء بارضه يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء يعني يدفع خمسين دونار يبني بيت على الارض اه وممكن ان صاحب المنفعة اللي يروح يستاجر من الاوقاف يروح يبيع منفعته لشخص اخر يعني بتصير عمالها تجارة اراضي كيف يبيعه هو مستاجر؟ يعني انا رحت استاجر خمسة دنوم من الاوقاف اجاني واحد من المواطنين قال لي والله بدي هالخمس دنومات اللي اجرتهم يروح هو مثلا باجرة بيعطيه مثلا اخذها بخمسين دينار يروح هو يسوي اتفاقية برانية بينه وبين الشخص الجديد ويروح على الاوقاف بيقيم اسمه ويحط اسم الشخص الثاني مقابل ما نسميه خلو هل تعلم الوزارة بذلك؟ انا تحدثت مع الوزارة بهذا الحديث ولم اجد هل هي تشارة اراضي غير شرعية؟ انا اعتبرها يعني خروج خروج عن القانون انا اعتبر خروج عن القانون لان لا يجوز ان شخص مستاجر لهذا الارض بعد اشهر او بعد سنة يأتي الشخص الاساسي المستاجر للارض يتحدث مع مديري الاوقاف ان والله انا بدي اتنازل باجر تهادي لشخص اخر شو السبب؟ هل ما يحدث داخل الوزارة برأيكم سوء ادارة؟ ام ماذا؟ ماذا تسموه؟ خروج عن القانون وعدم تعاون بين البلدية والوزارة الاوقاف هذا شيء يعني حكيت لك ان شيء يجب تصويبه بيننا وبين مديرية الاوقاف حتى نتمكن من ضبط هذه الامور كليا بسبب الفوضى الموجودة بسبب وجود اراضي يعني يجب تنظيم كل هاي الامور يجب تنظيم العلاقة بيننا وبين وزارة الاوقاف بخصوص هذا الموضوع علاوة على هذا الامر احنا في عندنا بلدة العوجة ثلاث مساجد ومن العام 2012 لم يتم دفع فاتورة المياه لصالح البلدية وكثير راجعناهم بهذا الامر ولم يستجيبوا لغاية الان الوفاء بمستحقاتهم بالمستحقات اللي عليهم لصالح البلدية ما مجمل مستحقات البلدية على وزارة الاوقاف منذ عام 2012 وغاية اللحظة يعني بتعرف يعني مساجد يعني بتكون المساجد مليئة بالمصليين وخاصة ايام الجمع وفي اشجار محيطة بالمساجد وغير ذلك يعني لا يقل عن نصف مليون شكل مياه ولا يقل عن نصف مليون شكل مستحقات من الاستثمارات ومن الإيجارات للأشخاص المستعجرين المليكيات شخصية سؤالي الأخير في هذا الملف هل ما يحدث في أراضي العوجة تجارة غير شرعية برعاية من الوزارة ووزارة الأوقاف؟ هل هذه حقيقة ما يجري؟ لا أستطيع أن أسميه تجارة غير شرعية بقدر ما أسميه يجب تصويب الأمر سريعا ويجب التعاون مع البلدية حتى نتمكن من تنظيم العلاقة بيننا وبين مديرية الأوقاف لتصويب الوضع ونتحمل مسؤولياتنا اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني نعم نتابع هذا النقاش ولكن بعد فاصل قصير حياك الله أهلا بكم مرة أخرى ننتقل إلى ملف آخر في هذه الحلقة ملف نبع العوجة هذا النبع بات متنفسا للكثير من أبناء الضفة الغربية ورد العام 48 لكل المواطنين يأتون بهدف قضاء وقت ممتع في هذه المنطقة ولكن الواضح بأن هناك تقصير كبير من قبل البلدية في هذه المنطقة غياب للنظافة غياب للتنظيم غياب للترتيب كل هذه الأمور لماذا كل هذا تقصير من قبل البلدية برأيكم؟ أنا أنفي الحديث أن البلدية مقصرة بخصوص نبع العوجة بسبب وجود الهيمنة الإسرائيلية البحثة على هذه المنطقة يعني أنتم ممنوعون من العمل هنا؟ نبعين من التواجد بهذه المنطقة بسبب أن الصلاحيات حسب المسميات الإسرائيلية منطقة جيم بحتة وهي يعني عرضة للمصادرة وهي هل يمنعكم الاحتلال على سبيل المثال من تنظيف المنطقة؟ قمنا بعدة مراحل بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة بمدرية البيئة والجودة بريحة وقمنا بعدة جولات وأعمال تطوعية للنظافة ولكن الأمر بده متابعة النبع العوجة نبع زي ما تحدثت نبع سياحي من الدرجة الأولى وبامتياز نبع العوجة اللي كان طاقة الانتاجية لهذا النبع يزيد عن ألفين كوب بالساعة ولكن النبع أصبح موسمي بسبب سحب الجائر للمياه من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد العام 1967 ولكن أنا بوجة نظري أن الاحتلال يمكن أخذ 65% من النبع وبقي لنا 35% وبعد العام 1996 للأسف السلطة السلطة المياه الفلسطينية أقامت آبار مجاورة على هذا النبع مما جففها نهائيا يعني تقول بأن سلطة المياه لها دور في جفف النبع سلطة المياه لها دور بدأ شفيف النبع اشرح لنا ذلك يعني كيف جفف النهر أشوف نبع العوجة جاي بالحوض الشرقي إلى فلسطين نبع العوجة من مئات السنين موجود وكان يسمى نهر العوجة ولكن بعد ما أجل احتلال سنة 1967 الحرب الثانية وشردوا الناس من مناطقهم العوجة كانت يعني تقطب بـ 20 ألف نسمة ولكن بعد العام 1967 لم يبقى فيها سوى 2000 نسمة بالوقت اللي كانوا فيه للآن موجود فيها 6000 نسمة نرجع لموضوع مشكلة النبع النبع يعني كانت أراضي العوجة من أصل 110 ألاف دنوم في عندنا 35 ألف دنوم زراعي وهي أراضي خصبة عالية القيمة الزراعية تروى من قبل النبع تروى من قبل النبع وكانت العوجة تعتاش بنسبة 90% من سكانها على نبع العوجة بالمزرعات منها كانت الموز ومنها كانت الحمضيات جاء الاحتلال الإسرائيلي وصرق الكمية الأكبر من هذه المياه نعم وزاح على المسلطنات الإسرائيلية المحاذية 100% وصاروا بعدها يعني بعد ما أجت السلطة الفلسطينية سنة الـ 94 أعطونا من النبع حتى صار عندنا شبكة مياه وصار عندنا مجلس قروي وقتها تم تمديد خطوط مياه ناقلة للبلدة وصارنا نشتري المياه من الإسرائيليين من شركة مقاروت يعني المياه اللي السحوذوا عليها هي مياه صحيح وللأسف صاروا هما يبعون إياها لماذا قامت السلطة يعني سلطة المياه بحفر أبار في تلك المنطقة حفرت أبار بسبب شح المياه لمنطقة محافظة رمالله وكان الرد علينا بعد اجتماعات عديدة إن الاستخدام الآدمي أولى من الاستخدام الزراعي متى حفرت هذه الأبار؟ حفرت بعد العام 95 حفرت ثلاث أبار على عنق نبع العوجة مما جفف نبع العوجة نهائيا هل استخدمت هذه الأبار بشكل صحيح؟ يعني هل تم إرسال المياه لمناطق أخرى مثلا؟ هذا السؤال يجب أن يوجه لسلطة المياه الفلسطينية أنتم بناءا على معرفتكم ماذا حدث؟ يعني قاموا بحفر هذه الأبار وتم إرسال مياهها إلى منطقة منطقة الغربية الجنوبية من رمالله حتى وصت مياهنا لمنطقة الجيب ووصت مياهنا لبير نبالة والمناطق هذه بعدها أعلنت منطقة العوجة منطقة منكوبة بسبب جفاف نبع العوجة يعني نبع العوجة حاليا ما بيطلع إلا موسمي يعني شهر أو شهرين وبالتالي الأبار حاليا فارغة؟ وتتلاشى المياه فيه ماذا عن الأبار؟ هل هي فارغة حاليا؟ شغالة الأبار الموجودة على عنق نبع العوجة بمنطقة عين سامية اللي أصلا تنبع نبع العوجة من منطقة عين سامية الأبار شغالة وبالضخ على مناطق رمالة وإحنا زراعيا انتكبنا خاصة المزارع الفلسطين سلبا على كل العوجة نعم كانت العوجة الرافعة الاقتصادية للوطن هل هو سوء تخطيط أماذا؟ طبعا أنا أسميه سوء تخطيط لا شك إنك يعني موجود يعني أنت تستطيع أنك تحفر أبار بمنطقة يعني بمنطقة رمالة مش المفروض فيك تيجي على نبع متوارث من مئات السنين موجود تروح وتحفر عليه أبار وتجففه بسبب أنك بدك تحيي ناس أو يعني أنت أحييت أحييت مناطق وموات مناطق أخرى يعني لا يجب أن يكون خطة استراتيجية عن كيفية توزيع بالعدالة على كافة ربوع الوطن يقال بأن مياه النبع ملوثة بعض الشيء بمجاري المسلطنات الإسرائيلية هذا ما سمعته في الشارع هل هذا صحيح؟ تقريبا قبل أقل من سنة في مستوطنة تحد بلدة العوجة من الناحية الغربية واسمها كوكب الصباح مجاريهم بالصرف الصحي وصلت لنبع العوجة مؤخرا ويعني وصلت المياه فبالتالي قبل خمسة أيام احنا طلعنا على النبع فوق لقينا النبع جاف نهائيا صحيح أن هناك مياه صرف صحي من قبل مستوطنة كوكب الصباح يعني تصل مياه الملوثة لنبع العوجة وهذه مشكلة كبيرة هل أخذتم عينات من المياه وفحصتوها مثلا بالتعاون مع وزارة الصحة؟ فحصناها من خلال وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الصحة وتبين إنها مياه صرف صحي وهم معنيين إنهم يلوثوا مية النبع الزراعية اللي بتروي المزرعات عنها تالي يجب أن نحذر المواطنين يعني البعض يستجم في هذه المياه البعض يقسل أوانيه البعض يعني كل هاي الأمور يعني احنا تعاوننا مع الارتباط الفلسطيني وصار لقاء مع الجانب الإسرائيلي بخصوص هذا الموضوع نتمنى أن يتم قطع هذه المياه من خلال مستوطن الكوكب الصباح من خلال الاحتلال وعدم وصول المياه إلى نبع العوجة ولكن حاليا أنتم تحذروا يعني المواطنين من الاستجمام في هذه الفترة لأن المياه قد تكون ملوثة نحن حاليا معنيين بشكل أو بآخر أن يعني ما تصل هذه المياه يمكن أن كان في خلال احنا هيك بنكتره أو أو هيك يعني احنا بنفكر أن احتمال إن شاء الله بالتعاون مع السلطة والدي سي او اللي هي ممثل بالارتباط الفلسطيني أنهم يخلصونا من هذه الظاهرة وإن شاء الله أنها ما تعود هذه المشكلة على نبع العوجة يعني ما بدنا أن نصبق الأحداث قبل ما نشوف فيه تجاوب من خلال الطرف الآخر الإسرائيلي نعم نتابع هذا النقاش ولكن بعدها مشاهدة مجموعة من المقابلات أجريت هنا مع المواطنين في العوجة لمعرفة يعني مدى رضاهم عن أداء البلدية لنتابع هذه المقابلات ومن ثم نكمل هذا النقاش حياك الله اشتركوا في القناة أنا مش عارف كيف وين رايح أنا داخل على البلد مدخل البلد هذا مدخل البلد شو مدخل البلد برضو البلدية لازم برضو كمان هي يعني مشوفوا شو وضعنا مش وضع مش مأساة يعني لو تدخل كمان جوا البلد تلقى الذبان فطايز بعيد عندك البدو اللي عنده تموت عنز برميها على الوادي طب أنا وراي وادي هنا غير الوادي بوأخذوا حجار من وراي بنامج الكسطرات هنا العجة الغبرة والله لما يصير اشي طارق بنتصل على الدفاع المدني من ريحة بده ربع ساعة لما يوصل بتكون النار خلصت انتو بحاجة لدفاع مدني في البلد آه والله بلزم دفاع مدني وبلزم هاي بلدي كبيرة بدها طب أحساب مين هادا أحساب مين هادا أحساب مين هادا بكل العجة والغابرة والطرابها الوادي أنا أنا قبل ثلثة ثلثة سنين مات كان غير قد بنت هنا أنا طلعتها كان غير قد بيش مسؤولية هان مركز الصحي عندكم بدلوا 24 ساعة في البلد آه في موجود بس مش 24 ساعة يعني ساعات طب بار 12 في الليل على سبيل المثال لو صار حالة طارق أين بتروحوا نتصل على الإسعاف بيجي من ريحة برده بيجي من ريحة برده بوخ دوائد بده ربع ساعة كل حالة والله الشوارع بدها تنظيف بس بدها نظافة يعني مقبولة الشوارع بس بدها نظافة لازم يكون أكثر من عامل في البلدية ينظف لأنه واحد والله مش ملحق هذه بلدة كبيرة بيش؟ الأسواق تعبانة والتكلفة عالية والمية شحيحة شو بده يدعمهم يعني مش ولا ما في لهم الدعم كان من الله في ناس باعت الأراضي من قلة المية أرض زراعية باعوها أهلها لأنه فيش مي يزرعوها شو بدهم يساوا فيها مشاكلة أنه مثلا المياه عندها يعني عندنا المياه النار المياه نغليهود بيسحبوه نبعة العوجة نبعة العوجة كانت جاية المي وغوية ما شاء الله بس من يوم تركبوا المواتير وهاي فسحبة المي كلها تمنشفت يعني بدأ قل تقول زي المنكوبة هاي مشكلة وفي مشكلة الكهرباء عندنا برضو مشكلة الكهرباء يعني هاي مشكلة الكهرباء إيش مثلا إيش معنا؟ إنه يعني فواتيرها دقيلة بجزائية مثلا فواتيرها سياحية ثقيلة كثير على المواطن والمزارع برضو ومياه بقى أسركت كثير والله هاي المشكلة للنفايات هاي يعني مشكلة كبيرة من النفايات البلدية يعني بدها المفروض إنه تكون أحسن من هيك شو مشكلة النفايات؟ إنه مثلا صيارة النفايات كل أسبوع تيجي يعني كل أسبوع مرتين بتيجي فهاي مشكلة يعني لو إنه مثلا كل يوم يوم لا مثلا ممكن تلاقي الظروف أحسن فهاي المشكلة يعني كل بيت هون بتجي تلاقي فيه جورة مثلا امتصاصية بجنب الدار فمشكلة كبيرة يعني بتفيد ومشاكل؟ أكيد أه بتفيد وريحة وغير هيك استهلاكها يعني فهاي مشكلة يعني تكلف بصاري كثير أكيد أه أكيد بتكلف تسعين شيكل على التنك مثلا يعني بدك تسحب جورة بدك تسحبها على حوالي ألف شيكل سبع تنكات ثمان تنكات فمشكلة يعني وفيه ناس بتسحب كل شهر عندي جاري والله بيسحب كل شهر ونص شهر عشرة تنكات فهاي مشكلة يعني مشكلة كبيرة رئيس بلدية العوجة صلاح فرجات أنتم متهمون بالتقصير من قبل بعض المواطنين ماذا ترد؟ يمكن أننا مقصرين ولكن التقصير برجع للمواطن نفسه بعدم وفاءة بالمستحقات الموجودة عليه لدى البلدية يعني سبيل مثال ولكن كل رئيس بلدية يحمل اللوم على المواطن احنا بنرجع للسجلات عندنا للأسف يعني كان ولا يزال ثقافة موجودة عند الناس طبعا احنا بخدمة الناس جميعا ولكن نجي سبيل المثال على خدمة النفايات من أصل مية بالمية الآن لم تتأجاوز نسبة جباية رسوم النفايات 45% المواطن غير ملتزم المواطن غير ملتزم بالمستحقات ما يؤثر سلبا على قدرة البلدية في جمع النفايات ما يؤثر سلبا على الشوارع وعلى الحاويات وعدم التزام المواطنين هذا مؤرق للبلدية ويعني الرسوم اللي نطلبها احنا من الناس على مدار 12 شهر سنة ميلادية 200 شكل كم عرض عمال النفايات عندكم في البلدية احنا فيش عندنا عمال نفايات احنا في عندنا مجلس النفايات الصلبة بيجي عندنا يومين بالاسبوع ولكن هذا غير كان يومين بالاسبوع طبعا غير كافي طبعا غير كافي يعني النفايات منتشرة في الشوارع بمنظر غير لائق النفايات يعني في مناطق انظيفة في مناطق يعني للأسف يعني اللي موجود فيها المناطق اللي فيها نفايات وعلى الأرض موجودة بسبب عدم ثقافة الناس انه مكبوا بالحالة هل تواصلتم مع مجلس خدمات المشترك على سبيل المثال لحل هذه المشكلة؟ تواصلنا مع مجلس النفايات ولكن مجلس النفايات يعني يلتزم بسبعة عشر بلدة بالإضافة لمدينة أريحة الأولوية للمدينة الأولوية للمدينة ولكن باقي البلدات يتم يعني حمل النفايات منها يوم سبت ويوم ثلاث أو يوم أربعة مكب النفايات على أراضي زراعية من يتحمل المسؤولين؟ مكب النفايات احنا في عندنا مكب نفايات بالجهة الجنوبية من العوجة ولكن تم الاستلاء عليه من قبل مستوطن إسرائيلي يعني احنا رسلنا المحافظة ورسلنا وزارة الحكم المحلي على أساس اننا نقوم بترخيص هذا المكب ويكون يعني يعزز من وجودنا والحد من التوسع الاستيطاني على هذه المنطقة ولكن دون آذان صاغي من قبل السلطة الفلسطينية وموجود عندنا على الخارطة اننا عندنا مكب نفايات واحنا بدنا نقوم بترخيصها ولكن وجد مكب بمنطقة أريحة شرق مدينة أريحة اننا بيقوموا بنقل النفايات احنا المشكلة مش هان المشكلة احنا الطمي والردم اللي موجود من قبل السكان اللي بيهدموا بيوتهم العتيقة وبودوها على أطراف الشوارع يعني احنا من حد ما استلمنا البلدية يعني قمنا بحملة تضافة شاملة لجميع أطراف الشوارع ونظفناها وودينا المخلفات عند المكب اللي احنا يعني نطالب بترخيصه طب في قضية أخرى غياب شبكة صرف صحي المواطن لغاية اللحظة يعتمد على الحفر الامتصاصية والصماء تتسرب المياه العادمة تلوث التربة تلوث المياه الجوفية أنتم كبلدية ماذا فعلتم لحل هذه المشكلة شوف احنا يعني نعي حجم المشكلة الكبيرة اللي موجودة وحلمنا كبلدية وحلم أي مواطن بالبلدة أن يكون عندنا مشروع صرف صحي احنا قبل تقريبا سنتين عملنا المخططات الهندسية وعملنا يعني مخطط مساحي ومخطط لصير الخطوط ورحنا مجتمعين البلدية والأعضاء عند الدكتور صابع رقات وعدنا أن يكون بالعام 2020 أولوية لإيجاد مشروع صرف صحي ولكن لا يوجد أي جدية بالموضوع من قبل الدكتور صائب في هذا الموضوع وتواصلنا مع سلطة المياه أيضا من أجل وجود شبكة صرف صحي وأحنا أولوية البلدية هو إيجاد مشروع شبكة صرف صحي لأن الحفرة الانتصاصية هذه فعلا بتسبب الأمراض للمواطنين بتسبب مشاكل اجتماعية بين السكان يعني ومناظر غير بخصوص صحة الإنسان أين تنضحون المياه العادة ننضحها من خلال صهريج خاصة ننضحها شرق البلد أراضي زراعية أراضي زراعية أو أراضي بعيدة عن الأراضي الزراعية بالأودية المجاورة يعني تحلل المشكلة بمشكلة أكبر منها نعم صحيح ولكن الاحتلال برضو بلاحقنا على كب مخلفات الصرف الصحي على الأرض بحجة أن هذه المياه تنزل على المياه الجوفية وإحنا بنطالب السلطة الفلسطينية بنطالب وزارة الحكم المحلي بنطالب سلطة المياه بنطالب كل المسؤولين على أن يكون في عندنا شبكة صرف صحي حتى نستطيع من خدمة أهالي البلدة شبكة مياه مهتريئة ارتفع نسبة الفاقد كم تصر نسبة الفاقد اليوم في المياه شبكة المياه يعني شبكة المياه أنا أعتبرها جيدة شبكة المياه تأسست سنة 1981 قمنا بتجديد الشبكة صار عندنا شبكة جديدة في 2012 ولكن في خلل هندسي بتوزيع المياه على السكان ولكن إلنا تقريبا أكثر من 15 سنة من يتحمل المسؤولية في هذا الخلل؟ الخلل يتحمل المسؤولية يعني يعني في عندك اللي هي الثقافة الناس إن المخيمات بتدفعش المستحقات اللي عليها من مياه وكهرباء ومنطقة الشمال العوجة طبعا نفس الشيء ما بقوموا بدفع الكهرباء والمياه وصارت ثقافة عندنا من 15 سنة بالعزوف عن دفع المستحقات المياه والكهرباء اتجاه سنأتي إلى قضية الكهرباء ولكن كم تبلغ نسبة الفاقد في المياه اليوم؟ نتبلغ نسبة الفاقد احنا اولا قبل ما نتطلق لنسبة الفاقد احنا بنأخذ مياهنا من خط ناقل أصلا للمستوطنات الإسرائيلية بعطونا مياه من خلال خط ناقل ونضخها على الناس على الحووز عندنا ثلاث عددات موجودة للعوجة وتيجي الفاتورة عند سلطة المياه وبتوردنا إياها على مثلا خمسين ألف شيكل ساحبين مثلا عشرين ألف كوب بالشهر ولكن يوم نيجي نحصر الكميات اللي احنا ساحبينها بنلاقي نسبة خمسين بالمياه فاقد من المياه هذه ركزنا على الموضوع أكثر وجدنا أن الاحتلال الإسرائيلي تحت مسمى شركة مكروت هي يعني اللي يسعبوا المستوطنين والمستوطنات بيضفوه على فاتورة البلدية المواطن تذمر من غياب مركب صحي 24 ساعة تذمر من غياب مركبة إسعاف تذمر من كل هذه الأمور هل خطبتم وزارة الصحة في هذه القضية وماذا كان ردها أشوف احنا جميع الأمور ضمن الخطة التنموية احنا في عندنا أولويات ولكن احنا في عندنا مديونية على الناس ومديونية علينا اتجاه سنأتي لقضايا الديون ولكن فيما يتعلق بالواقع الصحي هل خطبتم مزارة الصحة احنا بحاجة لمركز صحي احنا بحاجة لمركز صحي على أساس أنه يكون موجود يعني مفتوح لاستقبال المرضى 24 ساعة ولكن في عندنا عيادات خاصة يمكن انها تلبي الغرض وبالنسبة للأمور الصحية في عندنا احنا دراسة وفي عندنا يعني مشروع لم تخاطب وزارة الصحة جاهز خاطبنا وزارة الصحة قبل عدة سنوات وجدنا ان البلد يعني اذا بدنا نسوي مستشفى ان يعني المستشفى يعني بسبب قرب مستشفى اريحة بالوقت الحالي يعني غير مجدي لانك تفرغ كوادر موظفيين من اطباء وهذا بلقي كاهل على وزارة الصحة نعم ولكن احنا في ملف اخر ملف الكهرباء وكأنه في العوجة هناك عصية مدنية على شركة الكهرباء هذا صحيح؟ اشوف شركة الكهرباء عليها اللوم الاول شركة الكهرباء اذا اذا نيجي لمشكلة الكهرباء اول شي الكهرباء ضعيفة على السكان الكهرباء غالية جدا تعرفتها على السكان خاصة انت بتعرف يعني طبيعة الاغوار بالصيف حرارة عالية جدا وبتطلع فاتورة المواطن اقل فاتورة تطلع الف شكل يعني الدخل الفردي للي بيشتغل يعني الفين شكل يعني نص راتبة بدي احنا بمشكلة مع شركة الكهرباء شركة الكهرباء صار الها ديون كثيرة على الناس شركة الكهرباء يعني في عندها برضو يعني لوم على ان التعرفة مش قادرين نخفضها لاجل ان الناس تستطيع انها توفي بالتزامات الشركة الكهرباء خاطبناهم عدة مرات وكانت الحجة ان هذه الكهرباء علينا باربعين اغورا ما نقدر احنا ماذا لا تبحثون عن الطاقة الشمسية البديلة بحثنا عن الطاقة الشمسية البديلة انا جبت عدة مستثمرين وتوجهنا لمجلس تنظيم الكهرباء عند المسؤولين ولكن لم نجد اذان صاغية بسبب خصخصة قطاع الطاقة البديلة حسب مزاج شركة الكهرباء طيب انا بلدية وجبت مستثمر حتى ان يضمن خمسمائة دنم من الاراضي الوقفية حتى ان يكون عندنا مشروع مشترك حتى احنا نوفر طاقة بديلة ونظيفة ونبيع شركة الكهرباء وتعيد بيح على الناس برضو شركة الكهرباء رفضت لماذا رفضت بسبب ان شبكاتهم لا تتحمل الكهرباء ولكن في عندنا مشروع قريب من بلدة العوجة لصندوق الاستثمار الفلسطيني هل صندوق الاستثمار نعم هل صندوق الاستثمار الفلسطيني اولى من الهيئة المحلية باستثمار الطاقة البديلة السيد فخامة الرئيس محمود عباس اوعز على ان نستخدم الطاقة البديلة واحنا سياسيا يجب ان نتقاطع المنتوجات الفلسطيني ما ذريعة شركة الكهرباء يعني في فرمض ذريعة انها صاحبة امتياز صاحبة امتياز وفي عندنا مشكلة جديدة مع شركة الكهرباء ان احنا في عندنا مشروع استكمال مشروع لنارة احنا قبل سنتين استطعنا اننا نقوم بمشروع انارة الشوارع الداخلية من خلال شركة كهرباء القدس ولكن رؤيتنا الجديدة حسب الخطة التنموية ان نجيب لوحات لوحات ونركبها على الاعمدة الموجودة على المخطط الهيكلي للشوارع لوحات بالطاقة الشمسية رفضت شركة الكهرباء اننا نركب هذه الوحدات على الاعمدة بحجة ان الاعمدة تاعتها واحنا نرفض انكم تركبوا عليها تركبوا عليها الوحدات الطاقة الشمسية يعني انا كبلدية شوارع موجودة هيكلية والشارع ملك عام يعني اصبح شارع للبلدية للكهرباء للصرف الصحي للمياه للاتصالات يعني احنا نزرع عندانا بجنب بعضهم مشان ارضي شركة الكهرباء طيب انا في شوارع في شوارع موجود فيها اعمدة لشركة الكهرباء حسب انا بالبداية انها اجت عندنا سنة 1981 مدت اعمدتها بملكيات خاصة للناس اذا بدها للمشكلة الضلي زي هيك انهم رافضين ان نحط احنا وحدات الانارة بالطاقة الشمسية على اعمدتهم معناها احنا راح نصل لحل مسدود وانا بدي اطلبهم انهم يشيلوا الاعمدة من الملكيات الخاصة فانا اتمنى شركة الكهرباء افشرت مشروع الطاقة الشمسية شركة الكهرباء مشروع الطاقة الشمسية كمشروع بديل عن ان احنا ناخذ كهربتها من الاسرائيليين انا احمل المسئولية لسلطة الطاقة وشركة كهرباء القدس بهذا الموضوع مسئولية كاملة ويجب ان تقف عند مسئولياتها هل توجهتم للحكومة في هذه القضية توجهنا للحكومة وتوجهنا للسلطة الطاقة ولكن دون اهتمام بالموضوع ليش مش مهتمين بالموضوع انا مش فأك تقصير مشترك تقصير مشترك فيعني قبل تقريبا ثلاثة شهر اجا فخامة الرئيس على المحافظة بمحافظة اريحة واوعز مرة ثانية ان احنا لازم نشجع للمستثمرين ونشجع للمواطنين لاستخدام الطاقة البديلة حتى انها تكون صديقة للبيئة واحنا افقنا يعني افقنا كبير وكثير احلامنا في قضية اخرى مخطط هيكلي لا يتناسب بتاتا مع احتياجات المواطنين والبلدية حدثنا عن هذه المشكلة باختصار اشوف المخطط الهيكلي للأسف الشديد تم الموافقة عليه من قبل البلدية ولكن بالوزارة اجانا مخطط ثاني اجانا تفاجأنا وتفاجأ المواطنين بالمخطط الهيكلي يعني ما بيخدم مصالح البلدية ولا يخدم مصالح السكان يعني في هناك مشكلة بالمخطط الهيكلي شوارع يعني تم تغيير مصارها بدون قرار مجلس بلدي شوارع تم تعديلها بدون قرار مجلس بلدي ما بنعرف مين اللي غيروا مين اللي بدل يعني تجب البراشوت يعني بتنزع عليكم احنا صادقنا على مخطط واجعنا مخطط ثاني يعني اذا اتيحت لنا الفرصة انا بوريك المخطط الهيكلي المخطط الهيكلي عبارة عن مصران شكل مصران يعني على اراضي معينة هذه بيشملها للمخطط الهيكلي وهذه ما بيشملها تصور ان فيه مناطق كانت مشمولة بالمخطط الهيكلي بالمخطط الجديد تبين إن المخطط الهيكلي بطل يشملها وإحنا مرخصين على المخطط الهيكلي القديم الآن بعض المواطنين رافع شكوه على البلدية ليش أنا بطلت داخل المخطط الآن أنا خارجي المخطط الهيكلي تواصلنا مع وزارة الحكم المحلي وما شفنا أي تجاوب من الوزارة تجاه المشكلة والمعضلة الكبيرة بالمخطط الهيكلي وإحنا كبلدية وأنا كرئيس بلدية مسؤول عن كلامي بهذا الحديث اللي أنا بحكي فيه المخطط الهيكلي يجب أن ينسى في الحالي وإحنا إن نعمل مخطط هيكلي يتماشى مع مصارح المواطنين كيف تقيم التعاوم مع وزارة الحكم المحلي اليوم؟ الوزارة الحكم المحلي هي المسؤولة يعني إحنا كبلدية المفروض إن إحنا نحدد أولوياتنا بالمخطط الهيكلي يعني بدأت جيب لك سبيل المثال هل يعقل أن توضع منطقة صناعية 126 دنم غرب العوجة اللي هي مهب الريح ومهب المتنفس والأكسجين الصافي على 126 دنم غياب للتخطيط السليم غياب للتخطيط السليم هل يعقل إن منطقة فيها شوارع تمر كانت بمخطط وفيش مشاكل يعني بالمخطط الجديد وجدنا اللي إحنا تفاجأنا فيه وجدنا تعديل لبعض الشوارع بدون إحنا ما نطلب يعني ضرب مصالح الناس رخص البناء خارج المخطط الهيكلي كيف نتم هذه العملية؟ أشوف إحنا أولا يعني أتمنى على وزارة الحكم المحلي اللي هي وزارتي وإحنا شركاء محب بالتخطيط التنمي والاستراتيجي إنهم يعني يتجاوبوا مع مطالب البلدية إحنا قبل شهر أخذ المجلس البلدي قرار بترخيص خارجي الهيكلي وأتى إلنا هان يعني بهذه القرارة يعني الحكومة قالت رح تتعامل مع كل المناطق وكأنها منطقة ألف لأن لم تعد تعترف تقسيمات لا ألف ولا با ولا جيم كل المناطق هي مناطق ألف هكذا قالت الحكومة هل هذا تطبق على أرض الواقع في العوجة؟ أنا أشد على كلام وكيل وزارة أحمد غنيم وهو شخصية وطنية ويتفهم جيدا المصالح الوطنية لكافة ربوع الوطن يعني تحدث بكلام طيب تحدث بكلام وطني إننا إحنا لا نعترف بمسميات الاحتلال أوكي كل الاحترام أنتم أخذتم قرار بترخيص خارج المطالب الهيكلي بما أني أنا اللي بقدم الخدمات من الكهرباء ومن الطرق ومن المياه إننا إحنا ممنوعين من الترخيص إحنا ووزارة الحكم المحلي إحنا وظيفتنا إننا إحنا نعزز من صمود الناس بالترخيص شو الفرق بين إحنا الرخص أو أنت الترخص فبالنهاية البيت اللي خارجي الهيكلي واللي داخل الهيكلي بالنهاية بدي ياخذ رخصها يعني أنت تقول بأن وزارة الحكم المحلي تمنعكم اليوم من ترخيص أي منزل خارجي الهيكلي في منطقة باء أو جيم مئة بالمئة تمنعنا من الترخيص خارجي الهيكلي هذا تناقض مع تصراحات الحكومة آه تناقض مع تصراحات الحكومة بحجة إن هذه أراضي خارجي الهيكلي ليس من صلاحياتكم طيب اتفضل يا سيدي روح أقدم لهم الخدمات أنت كوزارة حكم محلي أنا بدي أبطل أقدم لهم الخدمات أتون أن يكون الترخيص عبر الوزارة نفسها؟ عبر الوزارة والرسوم عالية جدا على المواطن عالية جدا على المواطن أنا قرأت ترخيص ما يعادل كيف سنحمل أرضنا الصرقة الاحتلالية في هذه الحالة؟ يجب أن تكون هناك تفاهمات بخطة استراتيجية وطنية بظل الهجم الشرسة على الأغوار من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعني مفروض أني أسحل ترخيص المواطنين هنا في هذه المنطقة ورخص لهم يعني وأعطيهم كل التسهيلات الممكن يجب أن تقنع وزارة الحكم المحلي أنها البلدية أو المجلس القروي أو الهيئة المحلية هي صاحبة الرأي الأول والأخير بمصالح السكان ولكن للأسف احنا يعني تحدث الوزير بعد الاجتماع مع بلدية العوجة أن القرار اللي بتقوم فيه مدرية الحكم المحلي أنه قرار غير صحيح باستثناء الترخيص لصالح مدرية الحكم المحلي وريع هذه الرسوم يذهب لوزارة المالية وبتعرف بلدية العوجة بلدية ناشئة وبحاجة لمدخلات مالية حتى توفنين في زمن حتثنا عن ديون بلدية العوجة اليوم كم تبلغ الديون لكم وعليكم؟ تبلغ الديون علينا فقط للمياه اللي مستحقة علينا حسب الفواتير اللي واصلتنا 22 مليون وإحنا إلنا ديون على الناس بخدمة المياه ما يقارب 30 مليون 30 مليون هذا من ناحية المياه النواحي الأخرى يعني إحنا ممنوعين من وزارة الحكم المحلي من المياه شارية بسبب المدونية العالية المدونية العالية علينا إلى صالح مصلحة المياه طيب إحنا بنقوم بدير الحكومة إحنا جينا على البلدية لدينا إرث من المدونية على إحنا كبلدية يعني ما في بإيدنا عصا صحرية نقلب الأسود أبيض بفترة وجيزة ولكن البلدية أخذت على عاطقها إنها تركب عداد مسبق الدفع نعم من شهر من واحد ثمانية 2018 حتى نحد من الاستنزاف المياه ونحد من المشاكل وننظم العلاقة بيننا وبين المواطن اللي إحنا مستعدين لخدمته سؤال الأخير في هذه الخلقة نظرا لضيق الوقت يعني هل تشعرون بتهميش حكومة للعوجة؟ نعم على حساب أريحة مثلا المدينة؟ أنا بوجه مناشدة لدولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية على إعطاء أولوية لبلدة العوجة من المشاريع التشغيلية من المشاريع الكبرى حتى نتمكن من خدمة مواطنيننا ونتمكن من الحد من الزحف الاستيطاني والتوسع الاستيطاني على هذه الأرض أنا نشدت عدة مرات الحكومة بتصليط الضوء على بلدة العوجة والحد من المشاكل الموجودة فيها ونحن بحاجة لمشاريع كبرى حتى نحد من البطالة نطور بلدنا نقوم بتنمية محلية مستدامة نخدم مواطننا بشكل جيد ونتمنى على مواطننا الالتزام بدفع المستحقات عليها بأقل القليل نعم رئيس بلدية العوجة صلاح فرجات شكرا لك على هذا اللقاء أعزائي متابعي شبكة وطن الإعلامية انتهى وقت برنامج ساعة رمل نلتقي بكم في حلقة جديدة وهذه تحياتي نزر حبش وإلى اللقاء حياك الله شكرا اشتركوا في القناة